لكل واحد وواحدة راحوا المصيف هل يجوز حضراتكم تتوضأوا بماء البحر أم لا وما حكم من يتبول في ماء البحر أو في البسين أو حمام السباحة تابعون السلام عليكم ورحمة الله كتير جدا لما يروحوا البحر بيقولوا والله احنا عايزين نصلي بس مفيش مية عذبة علشان نتوضأ منها فانا بقول لحضرتك كده ببساطة وصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل في حديث بهريرة فقال يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أي الماء العذب فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته أي ماء البحر طاهر مطاهر ماء طهور يعني يجوز استعماله في العبادات زي الوضوء والاغتسال ويجوز استعماله في العادات زي الاستحمام وغير ذلك يعني يجوز يا عم الشيخ أتوضى بماء البحر يجوز تتوضى بماء البحر ويجوز تغتسل بماء البحر لأنه لا يحمل النجاسة لأنه ماء كثير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى إذن مدام الماء ليس له لون أو طعم أو رائحة ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة اللي ذكرناها يبقى يجوز استعماله في الوضوء والاغتسال واحد دلوقتي حيقول لي طيب مانا بشوف أحيانا الناس بتتبول في ماء البحر أو بتقضي حاجتها في ماء البحر إلى أشياء القذرة دي مدام ما غيرتش لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء يبقى لم تؤثر فيه يبقى إذن الماء ده باقي على طهوريته ويجوز الوضوء والاغتسال منه وهنا بقى حابب أبعث رسالة للناس اللي الإحساس عندهم واخد أجازة شوية ويتعمد أن يتبول أمام الناس في ماء البحر أو يتبول في البسين أو حمام السباحة أو يقضي حاجاته ويتبرز في الماء ده أو في البحر ده حابب أقول لك كده بالله عليك أنت لو شفت واحد بيعمل الحركة دي أنت حتقدر تنزل البحر مرة تانية ولا حتكره نعمة ربنا بسبب هذا الفعل الدنيء القذر الذي لا يقبله أحد ساعتها بس أنت حتقول الله يلعنك ياللي بتعمل كده وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه قال اتقوا اللاعنين فقالوا يا رسول الله وما اللاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يعني اللي بيقضي حاجته بيتبول أو يتبرز في طريق الناس أو في ظلهم يعني في أماكن الظل ففي الحالة دي الناس بتلعنه وتدعو عليه وتسبه وتشتمه والمسلم الحقيقي هو المسلم اللي بيشعر بالناس ويمنع أذى عن الناس قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والصحابي لما قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني شيء أن تفع به في الدنيا قال امنع الأذى عن الطريق وحضرتك راح تتبول في المكان اللي الناس بتتناعم به وتصيب فيه وتفرح بالذهاب إليه كل سنة مرة أو مرتين اتق ربك وبلاش تؤذي الناس وبلاش توقع نفسك في أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن حبيبك نهى عن التبول في الماء الراكد ونهى عن التبول في المستحم أو في المكان الذي يغتسل فيه الناس سواء كان بقى حمام أو بسين أو بحر أو أي حاجة فخلي بالك كده والتزم بتعالين دينك وحبيبك صلى الله عليه وسلم والسلام